هذا وأكد السوداني مطالبة الحكومة بإنهاء مهمة التخالف الدولي في العراق لافتاً النظر إلى جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية في الحفاظ على الأمن والاستقرار العراق اليوم يمر في حالة من التعافي على مختلف المستويات بعد أن تجاوزنا ولله الحمد مرحلة الحرب على داعش والتي انتصر فيها الشعب العراقي بدعم ومساندة المجتمع الدولي وكانت هولندا من ضمن الدول الداعمة في هذه الجهود اليوم العراق يشهد أمن واستقرار بسبب جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية الأمر الذي مكننا أن نطلب من التحالف الدولي إنهاء هذه المهمة التي استمرت عشرة سنوات من عام 2014 اليوم نحن في عام 2024